معظم شباب الخارجين والأسر الصغيرة بيبقى عندهم طموح في بداية حياته شوية حاجات مشتركة بيعافروا عشان يوصلوا ليها أهمها الوظيفة المستخرة اللي بتوفر الدخل الكافي لحياة كريمة تخليه يرجع آخر النهار على بيته بدل ما يطلع على شغلانة تانية وانه يسكن في شقة معقولة وتبقى معاها عربية تحافظ علي من البهدلة في المواصلات العامة وممكن كمان يبقى عنده شوية مضخرات اللي عندهم الامكانيات دي اسمهم في مصر والعالم الطبقة المتوسطة اللي تعتبر هي العمود الفقري للمجتمع يترى الطبقة دي في مصر لسه وسطة ولا إيه اللي حصل لهم في السنين الأخيرة ده اللي هنعرفه معاكم بالمختصر الطبقة الوسطة باختصار هم الناس اللي عندهم مساحة وإمكانيات فكرية ومادية يتواروا نفسه يرفضوا ظلم الأغنية ويتعاطفوا مع الفقر يتابعوا الأحداث السياسية ويحضروا المؤتمرات الثقافية ويساهموا في تغيير المجتمع لكن الشريحة دي لما بتضغط اقتصادية بتنسى طموحات التطوير والتغيير في المجتمع وتنشغل بتحسين أحوالها وده اللي بدأ يحصل في مصر بداية كده من 2016 بعد التعويم الأول للجنيه يعني مثلا في نهاية 2017 وبعد سنة واحدة من الإصلاح الاقتصادي المواطنين من الطبقة الوسطة بدأت سلوكياتهم تتغير شوية مثلا كتير منهم بدلوا العربيات الحديثة بالأرخص وقللوا الشراء من الهايبر ماركت اللي أسعارها مرتفعة وكمان وقفوا الأجازات والفوسح بره مصر دي كانت استراتيجية نفذتها المجموعة دي لإنقاذ نفسها من الغرق بعد ما ارتفعت تكاليف معيشتهم بسبب انهيار الجنيه وقتها وللمرة الأولى بدأت الطبقة دي تدور على الأكل بأرخص الأسعار وتقلل استخدام السيارة عشان توفر البنزين كل ده وإحنا بنتكلم عن أحوال المصريين في 2017 لما الدولار كان ب16 جنيه فما بالك بقى بالوضع دلوقتي بعد ما الدولار عدت 30 جنيه الطبقة الوسطة بقت قدام خيارين إنها تنزل للطبقة الأدنى وده أمر صعب عليهم أو إنهم يظهروا كأنهم لسه في نفس مستواهم وده بيكلفهم السحب من المدخرات أو السلف الطبقة الوسطة كانت أكبر مراحل نموها فعد عبد الناصر لما كانت بتمثل أكتر من 30% بين المصريين مستفدين من التعليم المجاني والتعيين في الحكومة والمعاشات وفرص تملك الشعب لكن المرتبات بدأت تضعف مع عصر الانفتاح وخصصة القطاع العام على إيد السادات المبارك في السنين الأخيرة بقى زادت معاناة الطبقة المتوسطة من أسار التضخم وتضعف أسعار كل شيء مع انخفاض قيمة رواتبهم ومدخراتهم وكمان زاد من المعاناة دي رفع الدعم جزئيا عن الوقود والكهرباء والمية والعيش ده غير ارتفاع نفقات التعليم والهلاج والموصلات صحيح ان التأثيرات السلبية للإجراءات الاقتصادية ما فرقتش بين طبقة متوسطة وغنية وفقيرة لكن الحقيقة ان التأثير كان أكتر على الطبقة المتوسطة لأن من ناحية الأغنية قدروا يأمنوا نفسهم قبل التعويم بتحويل نسب كبيرة من فلوسهم لدولارات أو في أفضل الأحوال عقارات ومن ناحية تانية الفقرة غالبا ما كانش عندهم حاجة يخسروها وإن كان أولادهم بيتعلموا في المدارس الحكومية وعلاجهم من مستشفيات الدولة وبينتفعوا من التبرعات والمعونات وبرامج الدعم الحكومي زي تكافل وحياة كريمة سياسات الحكومة الاقتصادية وتوصيات النقد الدولي فقرت المواطن وأضرت بالطبقة الوسطى وخلتها تتقلص عشان يتحول المجتمع لطبقتين بس طبقة مرتفعة الدخل فحشة السراء عندها قدرة شرائية كبيرة جدا وطبقة فقيرة بتعاني من صعوبة العيش وهي تمثل غالبية الشعب الطبقة الوسطى بقى عملت زي اللي رأس على السل لهي اللي حافظت على موقعها من مكتسبات تعليمية وصحية واجتماعية وطرفهية ولهي قدرت تواصل الصراع لصعود السل من الاجتماع